الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر و訂閱 الخاص جواهي لله إلا الله أكبر له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخصين له الدين ولو كانها الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونسر عبده وعز جهده وهزم الأعزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد وصل الله على سيدنا محمد وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم وعلى آله وصعبه وسلم صلاة جامعة صلاة جامعة أصلاة جامعة وفي الأهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادا والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسنك للأصرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشخى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العدمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يوميذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حاملة تسقى من عين آدية ليس له ضعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يوميذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها أسر مرفعة وأكواب موضعة ونمالك مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لما الحميدة الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزن يا رب شرقا وكرما وحابا وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 فاستمعوا خبر يوم عيد الفتر رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وموكرها الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونسر عبده وأعز جنده وهازم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم وما كنا لنهتدي ألولا أن هدانا الله نحمده ونشكره ونستعين به ونستهديه ونستغفله ونتوب إليه من شرر أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم فأعدل وأعطى فأجزل وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله هداية ورحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمدٍ صلى الله عليه وصعبه الغر الميامين وسلم تسريماً كثيراً عما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المجذبة الخاطئة بتقوى الله وأحسكم على طاعته لعلكم تفلحون وأستفتحوا بالتي هو خير قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين عاملوا تقوها وتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبر بما تعملون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر ما تقدم من ذنبه وقال أيضاً من صام قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضاً من صام رمضان ثم أتبعه شتم شوال كَانَ لَهُ كَسِيَ مِدَّهِ وَفِيْ رِوَيَةٍ رَجِعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّضَهُ النَّبِيُّ الْكِرِيمُ وَجَعَلَنِي وَإِيَاكُمْ مِمَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّابِعُونَ إِحْسَنَةً حَادِرٍ حَادِرَاتٍ معاشرَ أَيْدُ الْفِتْرِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Alhamdulillah وَشَكُرِلِ اللَّهِ Pada pagi hari ini 1 syawal 1442 Kita bisa melaksanakan salat Eid dengan berjamah Dan menandakan khubah Aidul Fitri Dan Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Aidul Fitri Di negeri kita, di kampung kita Dengan aman, sentosa dan tenang dan nyaman Kita menyaksikan beberapa terakhir hari ini Sampai tadi malam, sampai hari ini, sampai detik ini Saudara-saudara kita di Filistin sana Di Baitul Magdis Mereka melaksanakan salat Salat Tarawih Dibom, ditembak oleh tentara Zionis Israel Sampai sekarang rumah mereka hancur Keluarga mereka meninggal Kemudian ada yang dilarik ke rumah sakit Betapa penderitaan kaum muslimin yang ada menjauh di sana Yang mana di sana adalah tibad pertama kaum muslim Dia tidak di Yerusalem Dan ini adalah suatu anugerah bagi kita Kita bisa melaksanakan Aidul Fitri Dan merayakan hari kemenangan kita Kenapa dinamakan kemenangan? Kerana kita berhasil melaksanakan Suatu ujian, suatu tahapan ibadah Yang mana kita melaksanakan Sebuasa bulan Ramadan Sebulan penuh kemudian melaksanakan ibadah yang lain Yang semuanya itu adalah Sesuatu yang menyebabkan dihapusnya dosa-dosa kita Dan kembali kita kepada fitrah Makanya hari ini dinamakan dengan Aidul Fitri Aidul Fitri Artinya kembali Al-Fitri artinya adalah suci Jadi kita suci tanpa dosa Kerana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Barang siapa pula kuasa bulan Ramadan Kerana iman dan menuntut pahala Maka dia diampuni dosanya yang terdahulu Jadi kita sekarang Alhamdulillah Kita sangka baik kepada Allah SWT Bahwasannya semua dosa-dosa kita Telah diampuni oleh Allah SWT Tinggal lagi kita bersyukur dan berbahagia pada hari ini Dan kita memang disuruh oleh Allah SWT Dan Rasulullah untuk merayakan hari ini Dengan takbir Sebagai ungkapan Sebagai kebahagiaan kita Rasulullah bersabda Zainu a'yadakum bittakbir Rawahu kaburani Perhiasilah Semarakallah Hari raya kamu dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Ma'asyiral muslimin Aidul Fitri yang dirahmati oleh Allah Jadi tidak ada lagi Alasan kita untuk bersedih Alasan kita untuk bersedih Dari hari ini insyaAllah Sampai kita menutup usia kita Kita hilangkan rasa sedih Tetapi memang sedih ada Tapi jangan sampai Dengan kesedihan Dengan musibah yang ada pada diri kita Menjadikan kita lalai Menjadikan kita lengah Menjadikan kita Lupa kepada Allah SWT Karena musibah itu pasti ada Di dunia ini tidak ada yang tidak ada musibah Hanya dua Ada musibah ada ni'mat Ada ni'mat ada balak Musibah dengan balak sama Jadi ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Bagaimana kita menyikapi Apalagi kita sekarang Masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 Dan dimana-mana Usaha Dan mata pencaharian Manusia Berkurang Dan ini suatu musibah Dan musibah seluruh Alam dunia ini Tanpa terkecuali Ma'asyiral muslimin Rahimakumullah Bagaimana kita menyikapi Dengan musibah ini Supaya musibah menjadi ne'mat Ini memang sesuatu Yang agak aneh Tetapi inilah Apanya Inilah sesuatu yang diberikan oleh Kepada Oleh Allah SWT Kepada orang yang mu'min Sebagaimana dalam hadis yang diratkan oleh Suhaib Al-Rumi Dalam sahib Muslim Nomor hadis 2999 Rasulullah bersabda Ajaban li'amril mu'min Sungguh mengherankan Bagi perkara orang yang beriman Inna amrahu Kullahu lahu khair Sesungguhnya semua urusan mereka itu Bagaimana orang mu'min itu semuanya baik Inna sahabat husara Syakara faqaina khairanlah Apabila menimpa Menghampiri Dan mengenai kepada mereka itu Suatu kebahagiaan Suatu ni'mat Dia bersyukur Maka yang demikian itu Lebih baik bagi dirinya Kemudian sebaliknya Wa inna sahabat hu dharra Fasabara Fakaina khairunlah Dan apabila Mengenai kepada dia Seorang mu'min Suatu tidak yang mengenakan dirinya Atau musibah Atau balak Dia sabar Maka baginya itu adalah Suatu kebaikan Jadi ada ni'mat Ada balak Ada musibah Kedua-duanya baik Jadi di mana Letak kita Bersedih Kita dapat ni'mat Kita bersyukur Kita gunakan ni'mat yang diberikan oleh Allah Taat kepada Allah SWT Jangan Sebaliknya Zahirnya Ni'mat Tapi Batinnya Hakikatnya adalah balak Kita diberi ni'mat oleh Allah SWT Tetapi Kita gunakan untuk masyid Dan menentang Atau menzalimi orang-orang muslim Dan yang lainnya Itu adalah ni'mat pada Zahirnya Tetapi balak pada Batinnya Kemudian Apabila kita dapat balak Kita sabar Maka Kita akan dapat pahala Jadi tidak ada celah lagi Untuk kita bersedih Atau Bersakit hati Dalam hadis Dalam ayat yang lain Barangkalinya Kata Allah Kamu itu benci akan sesuatu Tetapi Itu adalah lebih baik Bagi kamu Di sini Ada suatu ulama Yang bernama Shuraikh Shuraikh ini Beliau adalah Seorang Qadhi di Kufah 60 tahun Menjadi Qadhi Dan beliau Wafat tahun 79 Hijriah Beliau memberikan Suatu tip Suatu Cara Bagaimana Mengubah Musibah Menjadi ni'mat Ini adalah Sesuatu yang Aneh Tetapi itu tadi Rahasianya Diri hadis Rasulullah tadi Apabila dapat Ni'mat bersyukur Dia dapat kebaikan Apabila dapat musibah Dia bersabar Dia dapat kebaikan Di sini Imam Shuraikh Mengatakan Sesungguhnya Aku Kata Imam Shuraikh Apabila Aku dapat Musibah Menimpa Kepadaku Balak Aku Mengucap Alhamdulillah Empat kali Empat kali Beliau mengatakan Pertama Apa Pertama Beliau mengatakan Bahwasannya Musibah Yang ada Kepadaku Ini Ada lagi Yang lebih besar Dari musibah Yang aku Timpa Sekarang Umpama Sekarang Kita Dapat Informasi Ayah kita Atau Bunda kita Meninggal Ini sangat Menyakitkan Tetapi Ada orang Yang satu Keluarga Dia Menaiki Kendaraan Mobil Terjerum Semuanya Kecelakaan Semuanya Meninggal Dalam Sekejap Itu Semua Anggota Keluarga Kita Cuma Satu Anggota Keluarga Yang Yang Meninggal Ini Semuanya Kita Memanginkan Meletakkan Semuanya Dalam Hati Makanya Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketahui Oleh Kata Rasulullah Bahwasannya Di dalam Diri Kita Ada Satu Darah Apabila Darah Itu Baik Bahkan Seluruh Anggota Badan Kita Baik Apabila Ia rusak Maka Rusaklah Semua Anggota Tubuh Kita Ala Wahiyal Kalb Kata Rasulullah Itu Adalah Hati Jadi Hati Kita Inilah Yang Menentukan Apakah Kita Bersyukur Atau Kita Kufur Terhadap Nyamat Atau Kita Tidak Sabar Menerima Sesuatu Ketentuan Dari Allah Subhanahu Pertama Pertama Tadi Bahwasannya Musibah Yang Menimpa Aku Ini Ada Yang Lebih Besar Kata Beliau Dari Yang Aku Alami Sekarang Ini Itu Yang Pertama Tanamkan Di Hati Kita Yang Kedua Bahwasannya Bahwasannya Allah Memberi Taufid Kepada Aku Untuk Bersabar Jadi Kita Dengan Dapat Musibah Kita Bersabar Maka Kita Akan Dapat Pahala Dan Pahala Sabar Ini Tidak Tidak Tandingannya Tidak Ada Hitungannya Kalau Laylatul Khadar Seribu Bulan Sama Dengan 84 Tahun Empat Bulan Sebagaimana Dalam Tafsir Ibn Khasir Tetapi Sabar Ini Allah Mengatakan Dalam Sesungguhnya Pahala Orang Bersabar Itu Adalah Bahwasannya Tidak Ada Ternilai Tanpa Batas Nah Ini Yang Kedua Tanamkan Di Hati Kita Bahwa Kita Bisa Bersabar Tanpa Ada Musibah Tidak Mungkin Ada Sabar Makanya Kata Rasulullah Sesungguhnya Sabar Itu Adalah Pertama Kali Kita Dapat Musibah Itulah Letaknya Sabar Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Kata Bu Yau Bahwasannya Apabila Dapat Musibah Itu Aku Mengucap Innalillahi Wa Innalillahi Raju'un Aku Membaca Innalillahi Wa Innalillahi Raju'un Aku Mengharap Akan Pahala Kemudian Kemudian Direwayatkan Jadi Kita Dapat Pahala Manakai Dapat Musibah Kita Baca Innalillahi Raju'un Bukan Saja Kita Mendengar Ada Kabar Kematian Ada Musibah Apapun Sekecil Apapun Sampai Yang Besar Kita Baca Sampai Sendal Hilang Dalam Masjid Atau Tertukan Sebabnya Kita Baca Innalillahi Wa Innalillahi Raju'un Dalam Satu Riwayat Umu Salamah Datang Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Aku Baru Saja Kehilangan Suamiku Yang Paling Aku Cintai Yaitu Abu Salamah Bagaimana Wahai Rasulullah Carikan Aku Amalan Dan Sebagainya Kata Rasulullah Umu Salamah Hendakkah Kamu Aku Ajarin Suatu Doa Apabila Kamu Membaca Doa Itu Allah Akan Menggantikan Musibah Itu Lebih Baik Daripada Apa Yang Kamu Alami Setelah Itu Rasulullah Mengajarkan Kepada Umu Salamah Bacalah Doa Ini Innalillahi Wa Innalilahi Raju'un Allah Ma'jurni Fi Musibati Wakhluf Li Khairan Minha Sesungguhnya Kita Ini Adalah Milik Allah Dan Kepada Allah Juga Musibah Dan Gantikan Yang Lebih Baik Daripada Itu Setelah Itu Tidak Berapa Selang Lama Setelah Umu Salamah Ulang Tidak Lama Rasulullah Datang Kepada Umu Salamah Meminang Sebagai Istri Artinya Umu Salamah Dapat Ganti Yang Lebih Baik Itu Baginda Rasul Yang Terakhir Yang Terakhir Kata Suray Bahwasanya Idlam Yakum Fidini Idlam Takum Fidini Bahwasanya Yang Keempat Musibah Ini Bukan Pada Agamaku Kita Sangat Bersedih Kalau Musibah Itu Ada Pada Agama Kita Agama Musibah Yang Adalah Agama Seperti Apa Sebelum Kita Berbuat Masyid Kepada Allah Kita Berbuat Masyid Apalagi Dosa Yang Paling Besar Adalah Syirik Syirik Orang Yang Murtad Kepada Keluar Dari Agama Islam Yang Mana Dia Orang Yang Murtad Itu Adalah Tempat Kembalinya Kalau Tidak Sempat Taubat Dia Kepada Allah Dia Akan Kekal Abadi Dinerahkan Nah Jahannam Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Jadi Ma'ashir Al-Muslim Rahimah Pumullah Itu Saja Empat Poin Penting Supaya Kita Menghilangkan Rasa Sedih Tidak Ada Sedih Lagi Dari Sekarang Sampai Akhir Masa Insya Allah Yang Penting Kita Lakzanakan Kita Letakkan Di Hati Kita Karena Orang Yang Tidak Ada Sedih Itu Itulah Tanda Tanda Para Awliya Allah Karena Para Awliya Allah Itu Di dalam Al-Quran Disebutkan Allah Inna Awliya Allah La Khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Bahawasanya Para Awliya Allah Itu Tidak Takut Mereka Akan Di Depan Mereka Akan Akhirat Dan Tidak Duka Cita Terhadap Bagaimana Mereka Melaksanakan Dalam Kehidupan Ini Artinya Mereka Tidak Ada Rasa Sedih Lagi Di Dalam Di Dalam Dunia Ini Kemudian Ma'ashra Muslim Rahimakum Allah Setelah Ramadhan Ini Kita Dianjurkan Lagi Puasa Empat Enam Hari Bulan Syawal Sebagai Mana Kata Bilal Tadi Barang Siapa Puasa Bulan Ramadan Kemudian Diikuti Enam Hari Bulan Bulan Syawal Puasa Satu Tahun Penuh Kemudian Dalam Satu Riwayat Barang Siapa Puasa Bulan Ramadan Kemudian Diikuti Dengan Enam Syawal Maka Dia Akan Kembali Seperti Bayi Yang Baru Dilahirkan Tanpa Dosa Tanpa Kesalahan Dan Sebagainya Mudah Mudah Kita Termasuk Orang Yang Beruntung Dunia Akhirat Dan Masuk Sehidh Surga Tanpa Hissab Tanpa Azab Berserta Baginda Rasulun Sallallahu Alayhi Wasallam Waidha Kur'an Fasta Fasta Aiz Billah Min Shaitan Rajeem Auz Billah Min Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asri In Al-Insan La Fih Khos Ila All-Lad An-Aman U A-Mil U Barakallahu Al-Qur'an Al-Azim Wa Naf'ani Wa Ayyakum Bima Fihi Min Al-Ayat Wa Zikri Al-Hakim Wa Takabbala Min Wa Min Kulawatah In Huu Hwas Min Al-Alim Akul Qawli Hada Wa Astaghfirullah Al-Azim Bih Walakum Walisair Al-Muslim Al-Muslimat Wal-Mu'min Al-Mu'min Fa Astaghfiruh In Huu Hwa Al-Ghazul Al-Muslimat 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 الحمدًا كثيرًا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا بربوبيته وإرغامًا لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وقلله خير نبينا رسله وحداية رحمة للعالمين كمّله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تثني من كثيرًا عما بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المزلبة الخاطئ بتقوى الله وأحصكم على طاعته لأنكم تفرحون وعلموا أن الله أماركم بأمرٍ عميمٍ فيه تعظيمًا لكم وتشريفًا بلأ فيه بنفسه وثنَّ بالملائكة المسبحة بقدسي حيث قال ولم يزل قائلاً عليماً وأمراً حكيماً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريماً اللهم صلَّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ كما بارت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ما في الأعلمين إنك حمدٌ مجيد ورضى الله عن أربعة الخلفاء أسيادنا وموالينا بسادات الحنفاء أسيادنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر أسمان علي وأن سيدة شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بنصر السنة الحسن والحسين وعن أمهما سيدة الفاتمة الزهرة سيدة النساء الدنيا والأخرى وأن أعيش وأن خالتة الكبرى وعيشة الرضا وأن سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين والحمزة والعباس وأن باقية العشر المبشرين في الجنة وأن باقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سمع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات ويغفر الظنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودبر عداء كأداء الدين واجعل هذا البلد من المطمعين السخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج حمن المهمومين من المسلمين وقضي الدين على المدينين واشف مرضانا ومرد المسلمين اللهم أسر إحوان المسلمين وألف ذات بينهم وأهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطل اللهم انصر إخواننا المجاهلين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهلين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا خنصٌ على قوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإتاء ذا القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبض يعيذكم العب لكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعامه يذلكم واسألوه من فضله يعطيكم ولاذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون من العاجد والفائزين وأن معبله الدنبتين كل عام وأنتم بخير